موسيقى 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 السلام عليكم شباب شونكم شون الصحة شون أخباركم اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وأنا حاليا بالبلم قاعد أصور وجاي جرب الكاميرا بس وين الروح ما عرف والله ما لكم علاقة بالفلاط رجاي جرب الكاميرا ما لكم علاقة الشباب جربوا بس الأمر طبيعية بخير ترهين هار موليلا هناك سفينة غرقانة في نصف الشاطئ دعونا نرى هذه الحفار في زمن الحرب الأمريكية على العراق وهو من الحفار هذا موجود بشط العرب وبالخصيد من 2003 لحد الآن بعد السقوط عافوا الأجانب والعراقيين طلعوا من عنده والناس ما شاء الله مع سؤال فلكم خلصوا تخلص قصصوا تقصص هيا والذي أخذ و هيا و هيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من 2003 لحد الآن هذه البقاء باقي غير كده من الصيد و هيا وصيادة و انا سفراتي موجودة و واحد من الفلوغات تروني هنا موجودة وشي حلو يعني مكان هادئ بالليل الأمسية بيه كلش حلوة جنا أنا والأصدقاء والشباب نجي نقعد هنا بالليل مرات نجيب عشي ونتعشي وترتيبات لأن الإطلال ما تطل على مدينة العب أب الخصيب الساحل هسه ما أعتقد تبين لأن جو ترابي أنا صورت بيوم تراب بيوم العاصفة يوم 2-5 هاي كتابات هم شباب يجون بالليل يقعدون بيه كلش حلو أتمنى يعجبكم البلوك هاي الغوارق مثلها امثال موجودة يعني بالخصيب موجودة بالعشار كلب كان لأسف الحكومة يعني ما جاي تستفاد منها ولا جاي تنظف هاي شط العرب يعني من صار لسنين على وضعه لافد يوم شفنا تنظف ولا يوم شفنا إن شاء لو من عندها هاي الشغلات ستسوي بعد إن شاء الله يوم الأيام أصور لكم الجهة هذه نهر جاسم والمناطق الموجودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طي قنقر Knقت مقطع Unسيق نانسي ترجمة نانسي قنقر قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة